وانتهى حلم الموندياليتو عاد الأهلي إلى القاهرة بعد مشاركة جيدة في كأس العالم للأندية ألها الأهلي ترتيب البطولة في المركز الرابع وفاز بجائزة 2 مليون دولار بالتأكيد في تفاصيل أكتر بعض المرحلة القادمة وكمان تقييم مهم لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية في المغرب من خلال برنامج في كتفك أهلي عبر صفحة يلا كورو وصفحة جي إل سي سبورس ومن خلال شركة الأولى للدهانات في مصر شركة جي إل سي مرحب بالتأكيد بصديق وزميلة العزيزة كريم مسعيد مسائل فل كين مسائل فل محمد مسائل فل كل متابعة يلا كورو خليني أختلف معاك هي مشاركة مقبولة 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 يعني أعتقد أن دي الأهلي كان يعني تارجة أنه كان ممكن يوصل للفاينل يعني ده كان الهدف نحن ممكن نكسر الحاجز اللي احنا كنت دايما بنوصل للفاينل لكن مكناش بنوصل للفاينل لكن النتيجة يعني في السيمي الفاينل والرابع ما كانتش أفضل حاجة وتزعل لكن تاني احنا بنقول أن بطولة مونديال الأندية هي ما بتتحطش كهدف على الجهاز الفني أو اللاعبين في العقود يعني أنت صعب جدا أي نادي أفريقي أو أي حتى نادي عربي يعني بالنسبة للعب المحليين حتى يعني أن هو يفرض عليهم أن أنت لازم تحقق لي ميدالية في المونديال لكن طالما أنت وصلت كممكن يتم بتفادي بعض الأخطاء اللي حصلت ولكن في كل أحوال احنا بنقول أن المشاكة في المونديال مفروض الفريق يكتسب منها خبرات جديدة مفروض الجهاز الفني بيشوف يعني اللاعبة بتاعته في المنافسات اللي هي العالمية بقى ردود الأفعال عاملة إزاي المستوى بيتقدم عاملة إزاي أنا أعتقد أن نادي الأهلي أتمنى أن احنا نشوف إنعكاس للتجربة دي في مباريات دورة أفريقيا وهي الطارجة الأساسية أكيد طيب هل تتطفق معي أن الأهلي في البطولة دي فرض أسلوبه وفرض شخصيته في مباريات كبيرة بعكس نسخة الدوحة أو نسخة أبو ظبي؟ خليت فعل عبد المحمد أن الشكل في النسخة دي كان مختلف عن النسخ الماضية والدقيعة كان دي النسخة دي أفضل نسخة للندي الأهلي من حيث أحراز الأهداف بنتكلم على أحراز سبع أهداف فيه أربع مباريات طبعا في الاعتبار للندي الأهلي لقى مباراة زيادة عن أي نسخ صابقة لكن برضو في نفس الحال هي النسخة الأضعف من الناحية الدفاعية لندي الأهلي تلقت شباكه ثمان أهداف فيه أربع مباريات بنتكلم معك جدا أن فيه شكل تاكتك مختلف كمان أعتقد كنا أكثر جرأة في مواجهة أبطال القراط عن قبل كده قبل كي كنا حذرين كان الحذر بيبقى زيادة عن اللزوم المرات إحنا يعني قدام ريان مدريد نلعب جيب مفتوح من الديئة الأولى يعني النيد الأهلي قدام ريان مدريد لعب جيب مفتوح فيش دون ديفينس بنضغط عليهم بنمنحهم التمرير لعبنا برضو قدام فلمينجو جيب مفتوح قدام سيادة بعد يعني بداية كده كانت حذرة شوية لكن المجمل لعبنا كرة هجومية كرة مفتوحة مش قلقانين مش خايفين وبالتالي ده خلي بالك برضو كلفنا على المستوى شوية على المستوى الدفاعي بس اللي عايز أقوله أني احنا مفروض التارجب بتاعنا القاري وليس العالمي يعني احنا في طول المودياة الأندية طبعا لما نروح لعرف لما نروح نسخة 24 فريق أقولك أوه ماشي الوضع هيختلف كتير البطولة هتبدأ بقى بدور مجموعات تاعب بطولة زي كاس العالم الكبير لا يا من نسخة 25 بالزبط كده لكن بالشكل الحالي أنت برضو الحد ما الفرق ما بتقدمش أقصى 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 ما عندها أنا فوجة نظري طبعا بأن الربح المادي والربح المالي مهم يعني شفنا برضو الهلال قدام الريال في الفاينل خمس ثلاثة برضو نتيجة كبيرة كبيرة نتيجة كبيرة قوي بصراحة فاللي عايز أقوله أن أنا أتمنى أن أشوف الناتج من البطولة في دورة أبطال أفريق وخليني هنا أختلف شوية مع بعض الأصوات الجماهيرية اللي صبت غضبها وغضب مفهوم بس الغضب أنا فوجة نظري كان زاد على لزوم شوية ليه؟ مع كم احترامي أنا عمري مع حاسب اللعيبة على مستواهم قدام بطل أوروبا أو بطل أمريكيا الجنوبية ده مستحيل في المستوى أصلا 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 حابتتكلم يعني شوف شوف بيدرو المهاجم في لامينجو مرحب سارو كان كمان وما يضغلتش قدامه يعني ده راجل ده ما يضغلتش قدامه لكن فاهم عادي أقول لأمحمد من المقحف قوي قوي أن أنا أقول مثلا يعني بقاء أو استمرار لاعب ونعني على الكاس عامل ده ده مش مقياس لو أنت منتظر مني أصلا أن أنا أكسب ريال مدريد هل تعتقد أن الأراء ممكن تختلف لما ترجع تخش في أفريقيا ماتش الهيني للسوداني ماتش سانداونز الناس بقت بتقيم بناع على الموقف أو المشهد أو المباراة بص هو ده بصراحة خلينا نكون صراحة في الحتة دي إحنا في عصر التقيم الوقتي يعني إيه التقيم الوقتي الأغلبية لأن النهاردة بصراحة إحنا معداش يا جماعة ما عداش جماعين في الاستاد خلينا كان بصراحة زمان في التسعينات على أيام نحنا كانت تقيم اللاعبين من حتتين الناس اللي بتروح التمرين أيام ما كانت التمرين كل ما لعب مصر بتفتح التدريب للجمهور كان عايز أفري على فكرة يعني كان أي حد معد عايز يخش خش يا باش هنالي زي ما انت عايز أيام مكان الاستاد يعني بيروح المباراة فيه تمانين و تسعين ومائة الف دلوقتي ما فيش دلوقتي بقى فيه عالم صغير اسمه سوشل ميديا انت بتاخد اراء الناس عن طريق الترند وعن طريق اكتر الكلمات استخداما واكتر التوبيكات الناس بتتكلم فيه انا بشوف ده تقييم الحد ما قاسي شوية قاسي شوية ليه لان انت انه هاردة بتلاعب بطل اوروبا اوكي انت بتتفرج عن ماتشم الشاشة اوكي وفيه سيناريو طبعا انك سعاد سيناريو بيساعدك امان كانت سهلة انه افشا يجيب الهدف التاني وهوب تضغط الريم مدريد نتكلم بصراحة كانت سهلة جدا على محمد شريف انه يجيب الانفراض في لامانجو وتبقى نتيجة تلاتة واحد وديها تقليم التمانية وسبعين وبالتالت صعب عليهم المأمورية لغاية لغاية المباراة ماشي اوكي كل دي انا مش مختلف عليه خالص لكن انا بتكلم لو انا وانت في مجلس الادارة حال هينفع بعد وحنا بنقيم بطولة حاجة اقول لك بص خليبك محمد او اكس وزد وواي دول خلاص مش معانا فتتقول لي ليه اقول لك عشان دول ينفشلوا قدام دايما يدفنا منكم قدت كمش منطقة طبيعهم مايفشلوا بس المخالي اللي مخالي الشكل وحش ان الفرص سهلة المخالي الشكل وحش ان الفرص سهلة انما بشكل عام ما نقدرش نقول ان المونديال الاندية هو مقياس لتقييم اللاعبين او الجهاز الفني ماينفعش ممناسبة الجهاز واللعيبة وعايز اروح بسرعة كده لدورة ابطال افريقيا نعم هل الاداء اللي ظهر بين الاهلي وطريقة لعب الكولر والفلسفة اللي بيع بيها مع متابعتك لكل مباريات الجولة الاولى نعم نقدر نقول الاهلي في دورة ابطال افريقيا الفروق اكبر ما بين الاهلي وباقي الفرق خلينا برضو ننتفع لحاجة السكواد والقايمة الحالية للنادي الاهلي هي الاقفر اقوى في افريقيا مليون في المية سانداونز مطلع عجيل جديد هشوفنا القايمة الفريطة سانداونز قدام بلدال كلهم العبية وصغيرين في السن صح لسه ما عندهمش خبرة يعني الولاد دول وقت لما يروحوا بقى يلعبوا برا جاربوا في افريقيا محتاجين وقت كل سانداونز وبتختلفش يا محمد يعني ننتبع سانداونز ومن ايام مامل جوزيفة 2001 نفس الفلسفة نفس الفلسفة نفس المادلس نفس كل حاجة يعني مش مختلفة بس قدرات اللاعبين اكيد مختلفة مع كامل احترامي هل الوقت سانداونز عنده لعيب زي بيرسي تاو لا لا بيرسي تاو ايه في قمته مع سانداونز حتى سلينو ما شاركش في المقارات مسلا وسلينو دلوقتي حتى مسلينو اول ما جي سانداونز بوضع يعني خلينا نكون صرحة فهم قصدي عرصة المرمى نفسها لا دونس ان يانجو موجود ولا مكوينة موجود مسلا فالفريق اه نفس الفلسفة نفس الكورة نفس المدرسة لكن الفرقات الفردية والفنية قلت بكتير انا قبي كده فسانداونز بتاع السنة دي مش هو سانداونز بتاع السنين الماضية برضو الهال السوداني اوكي نفس المدرسة نفس كل حاجة لكن برضو الفريق او عامل اغير في الفريق جاي بصفقات كديدة كتير بالزرط فالفريق برضو يعني ما نقدرش نقارن اي فريق في افريق قايمة بقايمة النادي الاهلي مع دخول طبعا احمد الكندوسي احمد الكندوسي هيدي وصف ملعب النادي الاهلي قوة بلغة وشوفنا ان احمد الكندوسي هو اهم لاعب في منتخب الجزائر المحلي اهم لاعب احمد الكندوسي وبتتكلم بلد كبير زي الجزائر يعني دولة متقدمة جدا جدا قرويان في افريق فبالتالي ندي الاهلي المفروض انا فوجة نظرين يتم تقييم تجربة المونديال ان احنا نصح اخطاءنا لان المفروض انت هتلعب على الف الاقل والمستوى اللي انت قدمته قدام ريال مدريد قدام فلمينجو المفروض تقدم مثله في افريقيا والنقطة مهمة جدا محمد عايز اتكلم عليها مش عايزين المستوى الجيد يبقى يعني او الفترات الحلوة اللي لعبناها قدام فلمينجو قدام ريال مدريد يعني مثلا ريال مدريد شت الاول عملنا شوت اسطوري شت الاول اسطوري اسطوري بمعنى الكلمة واحنا بنعمل ملخص محمد وانا بعمل ملخص شوت ده تمام فرص للاهلي مقابل فرصين للايال مدريد يعني الارقام كانت مفاجأة يعني انت هتعمل دي مفهاش بقى وجهات نظر انت بتاخد الاهم اللي اطار في الشوت الاهلي الهايلايتس الاهلي ليه تمام ليه تمام ليه تمام الهايلايتس للايال مدريد ليه دينة وثلاثة ماكسم ملوش تاني منهم الجون بس تيلا ان الكير في مرة واحدة ممكن ينزل لأ انا خوفي اني كنا احنا بالقاد قدمنا المستويات دي عشان احنا عارفين احنا بنلاقي يعني عارفت ايه مستوى السباقي قصدك اه عندك شغف زاد على اللزوم عشان بتلاعب انك تظهر قدام الرئيب قدام فلمانجو لأ احنا عايزين لما ندروح نلعب الهايال السوداني امت بقى بساعة ثلاثة العصر المعاد اللي احنا بنكراهه المعاد اللي اللعب بمصر كلها النهاردة بتكراهه والحمد الله الحمد الله الحمد الله كنا احنا الواحدين في يلا كورة اللي فتحنا حوار مباريات الساعة ثلاثة العصر من الايام رني فيلر لما الندروح اهلي جي واجه مشاكل في النتائج في مباريات الساعة ثلاثة العصر كلمنا عليها كتير ان دي مشكلة بالنسبة لللعبها في مصر عشان لعبتنا بيصهروا بيصهروا عن موبايل بتبدأ يومك متأخر بتبدأ يومك متأخر والمشاط في مصر المعظم بيديعب الساعة خمسة او الساعة سبعة او تمانية فانت بتلي الساعة بيولوجية بتاعتك متزبطة على نهاية اليوم لما اجي هب اشدك ولا كسحة عشرة الصبح لا عشة صبح تمانية لما انت هتروح الملعب انت هنفوت اصل تنزل تسخينة الساعة اثنين قبل الموتش بتساعة صح كده هتروح الاستاد امتى هتروح الساعة لازم تبقوا واكل كمان قبل ما تروح بساعتين او الواقبة صغيرة مش الواقبة الساعة بتاعتك محتاج تفتر يعني انت هتفتر على الساعة تسعة مثلا الصبح فالموضوع لا الموضوع هي تنظيم مختلف فتاني احنا نتمنى ان يتم دراسة مبارتي الريال وفلامانجو بشكل كويس من مقابل محلل الأداء ومقابل الجهاز الفني او يقوف على الأخطاء وحاجة تانية بقى اللعيب نفسها محمد تعلم نتكلم بصراحة من ايه بقى حال حد النهاردة هيعلم محمد شريف ازاي يحط الانفراد ده؟ لأ حال النهاردة مهاجم النادي الأهلي الأول ولعب دولي محتاجين ان احنا نقوله لو ما يكون الانفراد من نص الملعب لازم تاخد قرار ان انت تركن الكورة لو حبيت تشوت او ترأس الحارس الشريف من اللعيب اللي شفنا له اكيد دروس تخصصية كتير على السوشيال ميديا هل هو محتاج ده ولا محتاج يركز لأ خالص بحديك تركيز طبعا 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 مليون في المال دي تركيز لان انت مع دي الف به كورة طالما ان انت انفردته معاك مساحة وقت اكبر خطر بالنسباتك هناك قرار ايه القرار انت هتاخده هنا ما اللي بتشغل القرارين بس بيتاخده لو الحارس طليع لك واهفكرك لو الحارس طليع لك بتركنها مين فاكر مباراة الاهلي والاسماعيدي ستة صفر سنة خامسة وتسعين او السودات ايه للنديد الاهلي في الاسماعيدي انا فاكر مجموعة الهدف الاول مين احرزه الكابتن محمود ابوداحب خد الكورة ضرب روكنيل نديد الاسماعيدي وارتديت حجمة وارتديíve أهلي مين اللي عاملها المساك المساك كابتن محمود ابوداحب خد الكورة مشوف الجنده على اليوتيوبي خد الكورة وirm madreقي المساك تأتي به تلايتها اتنين دخلوا عشان الكورة الروكنية واحد فضل واقف ورا فواحد يفوق عند اين فين بقى محمد عند نص الملعب محمود ابو الدهاب خد الكورة وهو دخل عليه راح اعطها من جنبه ورقصه انفرد بالسادس ويركي انفرد به من اين من نص الملعب السادس ويركي خد قراره ان هو يطلع زي بالزبط ما الحارس بتاع فلمانجو قرر ان هو يطلع يقفل ويطلع يقابل محمد شريف راح محمود ابو دهاب عمل ايه راكب خرر ان هو يشوت راكب ببطن رجله شوت مش هتشوت خد تقرر تصويب اكيد يبقى تصوب في زاوية صح واتسدد لازم تصوب في زاوية طيب مش هتصوب في زاوية يبقى ترقص لان هو جاي بوشه زي ما احكم فاهم محمد هاني وفينيسيس اي مدافع او اي حد بيواجهك جاي بوشه يسهل مراوغته لان هو ايه انت المراوغة بتصعب لما يقابلك بجنبه طب ده حارس محمد شريف ولا عمل دي والعمل دي شوت فين شوت فالنصر شوت فالنصر شوت فالنصر فبالتالي الحارس افل وقدر ونثبت انه يحصره عقب اه ممكن تعدي من رجله زي ما عدت في مواتش الهلال والريل شطها المهاجم الافريقي للهلال السعودي شطه الكورة شطها على فكرة برضو بطريب محمد شريف بس ايجاله بس يعني وقت من تحت ايد الجنب ودخلت هدف دينيس بتاعدي ايه اه لس نسبة ضعيفة يعني لما تحدي لكن الكتاب بيقول انت لما انت موجود في الموقف ده لازم تركي لو انت شوت لو ما رجبتش يبقى ترقاس جول فمحمد شريف وخلي بالك هم معه وقت انت عارف في الزمن في ملعب الكورت القدم يعني سريع جدا بنعتمد على الفيمته ثانية فعلا يعني فلاجع انت تخلي انت منفرد من عند قوس نص الملعب يعني انت معك وقت تتفكى وتاخد قرارة جدا وما فيش حال يغط عليك اصلا كان ممكن تاخد قرار افضل بكتير من القرار اللي اتاكيب هو ده اللي احنا اتمنى انه ما يتكررش ان في حالة تكراره انت بتبني صورة زهنية عند المتابعين ان انت ما بتصلحش اخطاء طيب تعالي نروح بقى الخبر واحنا بنتكلم اجمالا كده عن البطولة نقول خبر مهم وانتوا متعودين معانا دايما بيبقى فيه اخبار حصرية من خلال برنامج في كتفك يا اهلي مع جي لسي باقي نسختين من كأس العالم للاندية نسخة عشرين تلاتة وعشرين ونسخة عشرين واربعة وعشرين قبل النسخة الكبرى الكبيرة اللي هتكون في عشرين خمسة وعشرين امبارح في مركب معناي عبدالله في الرباط ابتدى يبقى فيه كلام ما بين مسئول الفيفا مع الجامعة الملكية المغربية ان النسخة الاخيرة من هذه البطولة اللي هي بتشارك فيها سبع عندية تقام في المغرب في حال اذا المغرب نظامة كأس قوم افريقية عشرين خمسة وعشرين تكون البطولة دي استعداد للمملكة قبل استضافة كأس القوم الافريقية وبالتالي ده خبر حصري يا كريم نقول لكل استادة المشاهدين ان ان شاء الله بازن الله هيبقى فيه فرصة لو الاهلي ان شاء الله وصل فاينال والعلى وعسى يكون فيه فريق مغربي سواء انت فايز او خاسر خلال البطولات اللي جاية عندك فرصة تروح المغرب تاني ان شاء الله بس احب لتكلم على البطولة اللي بعد الجاية اللي بعد اللي جاية اللي جاية بنسبة كبيرة تفوق تسعين في المية هتكون فيه المملكة العربية السعودية ان شاء الله وبالتالي حسب كلام محمد سعيد طبعا صاحب الانفراضات والحصريات داخل القارة الافريقية النشخة الاخيرة للمونديال بيه بالسيستم القديم اللي هو الحالي بتعمل سبع اندية سبع اندية نحن طبعا عارفين من سنة عشرين خمسة وعشرين سوف نتجه لمونديال اندية شبيه بكاس العالم لما كان بيتلعب بأربعة وعشرين منتخب اربعة وعشرين مننادي بقى هيلعبوا فين هل في الصين هل في اوروبا هل في افريقيا هيجي وقتها ونعرف ساعات هل في فهم بيفكر ازاي مع الدول العربية والدول الافريقية دايما الانفنتينو بيميل اكتر للمدارس العربية والافريقية على فكرة في تنظيم الحداث لاب عشان هو بصراحة اكلم بالك كل الشركات الرعية النهاردة وكل التمويل اللي واخده انفنتينو في كل حملاته وكل حاجته جاية من افريقيا وجاية من اسل صحيح النهاردة اوروبا بتعاني ماليا ده واضحة جدا اكتصاديا اكتصاديا امريكا نفسها عندها مشاكل كبيرة جدا جدا فالعالم الغربي ما بقاش بيساند انفنتينو وانفنتينو فعلا واضحة جدا جدا اهتمامه من ساعة مجيه على كورس الفيفا بكل البلدان العربية يعني فيه كارجب يتاخد بعد ما انكاس العرب بيبقى تحت رعاية الفيفا والفيفا دايما بطوله عمره ضد البطولات الفئوية الاقليمية اه دايما يقولك اه ضد البطولات الفئوية انا يعني مش برعة اي بطولة تكون على اه يعني اه يعني اقاري اوكي انما جنس او دين اه ما ليش دعوة ده اهتم بكاس العرب اكتر من كاس اهم افريقيا اه والله مكحا اه والله مكحا فواضح انفنتينو طبعا عنده مصالح اقتصادية ومالية وبيزنس واضح جدا جدا مع العديد من رجال العمال في افريقيا او في اسر طيب خلاص احبنتكلم في ساعات قليلة جدا والاهلي يبدأ بقى منافسات دوري ابطال افريقيا واولى المباريات في تقرار لنفس مواجهة العام الماضي الهلال السودان وكأن الاهلي مكتوب عليه يرجع من كاس العالم يطلع على الخرطوم يواجه الهلال السوداني الهلال السودان بالتأكيد يا كريم مواجهة مختلفة وزروف مختلفة الاهلي يستعد لها ازاي ويرجع ازاي بنتيجة ايجابية قبل مواجهة ساندونز بعدها بسبوع هو طبعا شيء جايد للنادي الاهلي منذ عودته من المونديال يبقى في فترة راحة لغاية السفر للسودان انه فعلا كان ان هو يلعب مباراة وسالاسبوع كان موضوع شاق جدا 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 اكبر مشكلة في مواجهة الهلال فوجة نازية محمد هو توقيت المباراة ده اكبر مشكلة فلازم اول حاجة ان الجهاز الفني يبقى عارف وعنده معلومة ان العيبة النادي الاهلي بتعاني في السنوات الاخيرة من لعب المباريات الساعة تقاطى العصر وبالتالي هو بيحتاج قبل المطش ده بتعاني اربعة ايام انه يغير مواعيد التمارين بتاعته شيء جايد ان كولر اللي متابع لتدريباته في النادي الاهلي في ايام بيمرن فيها الصبح يعني في ايام هو بينزل اللعيبة السفر ده شيء جايد بس هو لازم في الاربع ايام القبل المباراة لازم مواجهة التدريبات تبقى في نفس معاد المباراة اه المباراة ليه عشان تبقى مأخد اللعيبة على الزور لازم ينام بدري مش ينفع يصحر لازم يفطر بدري ولازم ينظم يوم وتنظيم اليوم ده ما بيتمش بيوم وليل يعني انفعش انا يوميا نهاردة بخلص شغلي ساعة اتنين الصبح فتديجي تقول لي ايه بص يا كريم محطينا بكرة الصبح تقوم الساعة السابعة الصبح طبعا انا هقوم ازاي كنت انا قرصة اوباما روح ونام تبقى ساعة اتنينها اكيد هقوم مش في كامل ديوقتي البدنية فهي بتحتاج ان انت فترة قابليها فدي اهم نقطة لازم الجهاز الفني يبقى واخد بالهم انها ان تنظيم وقت اللاعبين عشان معادل مباراة ساعة ثلاثة ويتم التنبيه الشديد ممنوع الصهر بعد الساعة 11 او حتى ايه بين بعد الساعة 11 ده ماكسما مسارحة يعني او مفروض طبيع عشرة لكن ماكسما 11 ممنوع يجب ان انت فعلا تخرج للنوم عينك تبقى قفلت ماكسما الساعة 11 ليش انتقدر انت تاخد لك 8 ساعات الراحة وتقوم الساعة بعد ايه بقى نتكلم بقى على مباراة نادي الهلال احنا دائما بنروح يعني ملعب نتي الهلال يعني بحس كده الارضية مش مش افضل حاجة بتفريك للساعة اللي فاتت الارضية كان فيها مشكلة كبيرة جدا او الشوط الاوى كان سيء جدا 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 الشوط التاني اه دعبنا شوية كورة وكان حتى ساعة كان قفشة بديل ونزل فيه الشوط التاني وضيعنا اعتقد فرصة افرسطين في نهاية المباراة بس كان اكبر مشكلة بنسبان لنا ارضية الارضية الكورة بتتنطط ممكن انت على الديفزيون تشوف الارضية شكلها حلو انها في المال لأ انت ارمي الكورة وشوفها تمشي ازاي ماشي بشكل مستقيم اوكي لكن بتتنطط الارض اصلا من تحت النجيلة فيها مشكلة الهلال كمان غير في شكل الفريق وجب العابين جدد من كاس او افريقا للمحليين عنده العابة في السنغال وفي الكنهو وكمان بيدربهم فلوران البانجي اللي كان مسك من واحدة بركان ولعب قبل كده مرشات كتيرة مع الاهل حتى ما كان بتاولى تدريف فيتا كلاب طبعا واكيدا بانجي احنا عارفينه من ايام ما كان مع فيتا كلاب وياما يعني لعبناه مع بيتسو مسلمي وحتى نفتكر هو احد يعني لما نجح فيه التعادل مع فيتا كلاب في المادة الاثنين اثنين وقال ان احنا هنكسب الاهل بسكور في الكنغو وساعات النادي الاهل الجسد هناك تلاتة اعتقد تلاتة صفر اعتقد تلاتة واحد فانجي احنا عارفينه مدير فني جيد وعنده شخصية وعنده خبار كريسة في افريقيا وشخصية وبيقدر لساعتها قد تلبس وكل الشيء لكن حتى ان احنا ان شاء الله محتاجين ان احنا بإذن الله بإذن الله الفريق اللي قدل المستوى ده في المونديال يفترض ان انت ملقاش عندك اي رهبة وعندك اي قلق من مواجهة اي فريق في افريقيا احنا بصراحة اعتقد برضو ربما بنسبة كبيرة هيكون المنافس الاساسي دي النادي الاهلي في البطولة دي اعتقد بنسبة كبيرة ساندونس لا في المجموعات ساندونس لكن بقول يعني بصراحة بشكل عام اجمالا اعتقد الوداد اعتقد الوداد هو ربما يكون هو الخطر الاجبر في البطولة برضو الكرة في افريقيا بالنسبة للاندية لسه محلك سير بلاسك وهي دول الشمال دايما هي اللي تبقى المنافسة الاكتر فيها مع الاهلي في دور الابطولة بالزبط كده طيب ده كان كلام عن مباراة الهلال السوداني والتحضير للفترة اللي جايها الجايزة ويمكن على مدار الايام اللي فاتت بندور ونشوف مين اللي توقع نتيجة مباراة فلمينجو والاهلي محدش توقع نتيجة خالص يا كريم كان صعب على اي حد توقع نتيجة مباراة فلمينجو والاهلي وفوز فلمينجو باربعات اهداف مقابل هدفين لذلك للأسف تم حجب جايزة هذه المباراة ونتيجة هذه المباراة ولكن عندنا مفاجأة تانية ابتداء من السبت القادم ان شاء الله الاهلي هيستقنف مباراةه في دور الابطال افريقيا ومحضرين جواز مهمة جدا مقدمة من شركة جي ال سي شركة الدهانات الاولى في مصر اشتركوا بالتأكيد تابعونا وتوقعاتكم لمباراة الهلال والاهلي ومع كمان المباراة الافريقيا هكون فيه جواز قيمة جدا خلال الفترة اللي جاية كريم ربا شكرك شكرا جزياء محمد ان شاء الله دهانطاق على خير في مباراة دورة الافريقيا بإذن الله شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء